أعرب اسموه شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة عن فخره واعتزازه بما حققه مقاتلون منتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواء من إنجاز مشرف وغير مسبوق في مشاركتهم الأخيرة بمنافسات النسخة الأولى من بطولة أفريقيا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء والتي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بمدينة جوانسبورك بجنوب أفريقيا في الفترة ما بين الأول والثاني من سبتمبر جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالصالة الرياضية لمنظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة لأفراد المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للهواء بحضور سعادة العقيد خالد عبد العزيز الخياط عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة والسيد محمد شاهد الرئيس التنفيذي لمنظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وفي البداية هنأ سمو أفراد المنتخب الوطني على هذه النتيجة المشرفة التي تعد سابقة في مشاركات المنتخب على مستوى البطولات الخارجية وبخاصة بطولات الاتحاد الدولي ونقل سموه تحية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية كما أكد سموه أن المنتخب استطاع أن يثبت قدرته وأن يتوج بطلا بميداليتين ذهبيتين لوزنين في هذه البطولة وأن يحصد أربع ميداليات فضية في أوزان مختلفة وهذا رقم في عدد الميداليات هو الأعلى منذ عامين ونصف العام مضيفا سموه أن ذلك يعكس بشكل كبير التطور الملحوظ بالمستوى العام للمنتخب والذي عكسه المستوى المميز الذي قدمه المقاتلون في هذا التجمع الرياضي الدولي الذي رفع من أسهم رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية وعزز من مكانتها على الصعيد العالمي وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز يأتي ليكمل المسيرة الناجحة التي بدأتها الـ MMA البحرينية منذ عام 2015 والتي شهدت تحقيق العديد من النتائج المشرفة التي كان لها الفضل في تعزيز مكانتها دوليا بفضل دعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز سيدفع بالمنتخب نحو زيادة التركيز والتحضير الجاد والاستعداد الأمثل للمشاركة في أبرز بطولات هذا العام في هذا العام الجاري وهي النسخة الرابعة لبطولة العالم للهواء التي سوف تنظمها مملكة البحرين في الفترة من بين الثاني عشر والتاسع عشر من نوفمبر القادم معربا سمو عن ثقته الكبيرة بمقاتلي المنتخب الوطني للوصول للجاهزية المناسبة من أجل المنافسة وبقوة لإحراز نتيجة مشرفة تكمل عقد الإنجازات لهذا العام